اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم القرارات الأخيرة التي اتخذت في سودان ومنها الموافقة على مثولي البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ونتسأل هل تحظى بقبول داخلي وهل تسهم في تحسين علاقات سودان مع الغرب بما يمهد لرفع العقوبات عنها موسيقى 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 اشتركوا في القناة كيف ينظر السودانيون إلى قرارات حكومة عبدالله حمدوك الأخيرة وهل تحظى بإجماع كامل لدى المدنيين والعسكريين شركي الحكم الانتقالي في السودان هل ينجح حمدوك في تحقيق السلام في البلاد مع موافقة حكومته على مثول الرئيس المعزول عمر حسن البشير أمام المحكمة الجنائية الدورية وهل تؤدي هذه القرارات إلى تطبيع العلاقات بين السودان والغرب خاصة الولايات المتحدة وهل ينجح حمدوك في مسعاه لرفع العقوبات عن بلاده في المقابل هل تحظى سياسة الخرطوم الخارجية الجديدة بإجماع مختلف المكونات في البلاد وهل الأولوية في الفترة الحالية لعلاقات السودان الخارجية أم لإصلاح الوضع الاقتصادي خاصة مع عودة الاحتجاجات ضد نقص الوقود والخبز في مدن سودانية عدة أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من الخرطوم عادل خلف الله القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير من الخرطوم كذلك الأكاديمي والبحثة السياسية الدكتورة رشيد محمد إبراهيم ومن باريس عماد الدين الحمروني خبير العلاقات الدولية والبحث في الجغرافية السياسية نبدأ نقاش بعد التقرير المشهد في السودان يعود إلى الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير حيث يغل الشارع غضبا من نقص الخبز والوقود إضافة إلى حالة ارتفاع أسعار السلع الأساسية هنا تقف طوابير لساعات للحصول على مقويمات الحياة الأساسية أزمة داخلية تتزمن مع تجاذبات سياسية حادة فبعد أن هدأت العاصفة التي أثارها لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تفجرت نقاشات وخلافات أخرى على خلفيات طلب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إنشاء بعثة أممية لدعم السلام بموجب الفصل السادس من مثاق الأمم المتحدة حيث اعتبرت أوساط سياسية هذا الطلب بأنه يعيد البلاد إلى الاستعمار تحركات أطراف المجلس الانتقالي تؤشر عند أطياف سياسية بأنها صراع بين البرهان الذي يحاول تثبيت نفسه كحاكم فعلي للبلاد وبين حمدوك الذي يحاول قطع الطريق عليه وكبح تحكم العسكري بالحياة السياسية لكن هناك من يفسر تحركات مختلف الأطراف السياسية على أنها محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد من نظام البشير وتمثل آخرها بتأكيد أحد المسؤولين في الحكومة الانتقالية الموافقة على مثول الرئيس المخلوع عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وذلك في صفقة مع المتمردين لتسليم جميع المطلوبين فيما يتعلق بنزاع دارفور فهل ما يحدث هو صراع بين أجنيحة السياسة فعلا أم أنه جهود حثيثة لحل أزمة البلاد الاقتصادية وما هي أولويات الشارع السوداني في الفوضى السياسية والأزمة الاقتصادية أبدأ معك أستاذ عادل خلف الله مشاهد أزمة الوقود والخبز اليوم هي نفس المشاهد التي عاشها سودان أثناء حكم رئيس المخلوع البشير والتي أشعلت الثورة السودانية ونحن نتابع هذه المشاهد ما الذي تغير؟ الذي تغير التفكير الجمعي لتصفية آثار النظام السابق مشاهد الإزدحام وحتى احتجاجات الأمس هي خرجت من أجل إيجاد حلول ومعالجات لما تسبب فيه النظام السابق احتجاجات وصفوف من ديسمبر حتى أبريل كانت تهدف إلى تغيير النظام أما ما يحدث الآن هو حراك جماهيري وشعبي يجدد لانتفاضاتنا العظيمة حيويتها ويضع المسؤولين أمام تشجيع بدفع شعبي جديد وحيوية جديدة حتى يتصدوا للتركة المسخلة التي يعلم شعبنا حجمها ومداها جهد حسيس مبزول من وزارة الطاغة لأزمة الخبز والدقيق صدر بالأول أمس تصريحات من السيد وزير الطاغة أنتقل بهذا السؤال لضيفي الدكتور الرشيد ما هي الدلالة التي تحملها هذه المشاهد في هذا التوقيت بالذات وبهذه السرعة دكتور الرشيد نعم التظاهرات والاحتياجات وحتى السخط العام هناك أكثر من دافع لهذه التظاهرات أن قضايا الثورة وأهداف الثورة لم يتحقق منها الكثير الوضع الاقتصادي كما أشار التغرير هو مزاهب في ازدياد سعر الجنيه مقابل الدولار في ازدياد كذلك الخبزة كذلك صفوف الوقود كلها في ازدياد مضطرت كلما يوم في المقابل الحكومة تكتفي بإدارة الأزمة وليس العمل على معالجة الأزمة ليست هناك السياسات أو رؤى وتدابير اقتصادية تعمل على كبح جماح التضخم وتعالج غضايا البطالة وغضايا الإنتاج عادة الحكومات في الفترات الانتقالية تنكفي إلى الداخل وتركز على الداخل وتحافظ على الوضع الخارج عفوا منك الدكتور رشيد دكتور رشيد بماذا نفسر ذلك قرارات حمدوك من هنا خرجات برهان من هناك ماذا يحدث بالضبط هل القرار في السودان يصدر بإجماع كامل بين شركي الحكم أم هناك انفرادية هل هي مجرد تباينات مرحلية أم هناك خلافات أعمق الخلافات بدأت منذ انهيار النظام السابق الآن هناك شراكة ولكنها ليست شراكة حقيقية العلاقة بين المدينين والعسكر هي علاقة صادمية وعلاقة تنافسية وكما ذكرت مثالا البرهان يقابل نتنياهو يرد عليه دكتور عبدالله حمدوك بخطاب يرهن مصير البلاد ومصير الأمة وقرار معيب الآن حتى الدول الفاشلة لم تتخص مثل هذه المواقف الدول الآن تغاتل على أسوار عواصمها حتى ليبيا لم تستعن وتطلب ولاية مجلس الأمن على البلاد فهذا القرار هو قرار يفهم في سياق التنافس بين المكون العسكري والمكون المدني وهذا نتائجه ستكون كارثية على الأمن القومي السوداني هناك تنافس هذه النقطة نقولها لضيفي إلى مرحلة الآن أنتقل لضيفي من باريس أستاذ عماد الدين الحمروني برأيك أستاذ عماد كيف يؤثر الابتزاز السياسي والاقتصادية الممارس من طرف دول عظمى على السياسة الداخلية لدولة كسودان نعم أولا تحية لك وليغيوفك الكرام وإلى كل المشاهدين يجب التذكير تذكير المشاهد العربي الذي يشاهدنا بأن السودان دولة عربية إفريقية من أهم الدول الإفريقية مساحتها تقريبا مليون وتسعمائة ألف كيلومتر مربع أكثر من أربعين مليون نسمة هذه الدولة التي على حدودها أكثر من ستة دول إفريقية على البحر الأحمر لها مميزات كبيرة جدا في كل التضاريس السياسية أو الاقتصادية والتحولات الاستراتيجية ولذلك كما أشرتي هي تحت الابتزاز لأن تعيش لحظة الانتقالية مهمة جدا هناك قوى ثورية هناك ثورة هناك شعب لظروف اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا يعني شعب يطالب الخبز ويطالب الوقود وهذه حقيقة يعني يدل على الأزمة السياسية السودانية لكل الأحزاب السياسية التي حكمت السودان على فترة أكثر من ثلاثة عقود فالقوى الكبرى يعني تمارس الابتزاز هذا من الأكيد التحولات الكبرى قضية الصفقة القرن قضية يعني وليس يعني غائبا أن مسألة هذه اللقاء الذي وقع ما بين السيد عبد الفتاح برهان مع رئيس وزراء إسرائيل في غندا كان بترتيب يعني أحد المحامين في محكمة المحكمة الجنايات الدولية السيد كوفمان الذي هو الذي تواصل مع السلطات السودانية ثم تواصل مع الترف الإسرائيلي ومن بعدها مع مستشارة الرئيس الأغندي لإيجاد هذا اللقاء فنحن مع المحكمة محكمة الجنايات التي هي تنظر في قضية يعني محكمة الرئيس السابق عمر البشير فكل هذه التضاريس وكل هذه الضغوطات هي من شأوى بالمعنى الاستراتيجي السياسي التحولات الكبرى في المنطقة التي تحضر لها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا اللقاء تم بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا الوضع السياسي كما أشار ضيفكم من السودان أن هناك صراعا قويا ما بين الكتلة المدنية والكتلة العسكرية إضافة قضية الدارفور وهي قضية مهمة جدا كما أشار رئيس الحكومة السيد عبدالله حمدوك في الطلب من الانتقال من البند السابع إلى البند السادس فهذه كلها كيف ستنعكس السياسة الخارجية نتحدث عن السياسة الخارجية أستاذ عماد الدين كيف ستنعكس على حل التحديات أمنية واقتصادية داخل السودان نعم وهذا الخلاف في الحقيقة هناك وجهتان نظر هناك داخل المجلس القيادي أو العسكر يحاولون إيجاد منفذ على السياسات الخارجية بالتعاون مثل ما قال ضيفي من السودان كل الذي ذكرناه في ظل هذا الاضطراب أو التنافس الذي ذكره ضيفي قبل قليل بين المكون العسكري والمكون المدني نعم بالتحديد لأن المكون المدني لم يطرح القضايا الأساسية التي يطالب بها الشعب السوداني هناك قضايا داخلية مهمة استعجلية قضية اقتصادية قضية مالية قضية غذائية هذه قضايا مهمة جدا الآن لا نملك إلى حتى هذه الساعة حتى الدوائر الأوروبية مثل فرنسا فرنسا كانت قريبة جدا من العلاقات السودانية الفرنسية العلاقات الأوروبية السودانية الآن أوروبا ليست لهذا ضبابية في هذه العلاقة مع السودان السودان تحكمه نوع من النقص في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كيف يبني علاقاتي الخارجية دكتور الرشيد الحكومة السودانية وفقت على طلب الحركات المسلحة في إقليم دارفور مثل البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية برأيك هل سينجح حمدوك في تحقيق سلام غادر السودان لسنوات هل سينجح فيما فشل فيه البشير لسنوات نعم لفائدة النقاش أنا أفتكر أن ما تم هو تفاهم ولم يصل بعض إلى مستوى الاتفاق النهائي معلوم أن هناك مراحل للاتفاقيات التوقيع بالأحرف الأولى ثم التوقيع النهاية وهكذا هذه قضية ما زالت ضمن النقاش الاتفاق أنه تم الاتفاق على آليات للعدالة الانتقالية ومنها المحكمة الجنائية هذا القرار قرار كبير جدا لماذا؟ لأن هذا القرار له ارتباط بسيادة الدولة السودانية لم تحدث سابقة قضائية أن يتم تسليم عدد كبير هذا إلا في الحرب العالمية الثانية الجيش الألماني وهتلر وغيره ثم أنه ليس هناك ضمانات في أن تكتفي المحكمة الجنائية بهذا العدد الشيء الثاني والثالث أن هذه المسألة لا يرتباط بالمؤسسة العسكرية وعمر البشير لم يكن يغاتل لوحده أو يغاتل عن طريق المؤتمر الوطني يغاتل عبر الجيش وكذلك الدعم السريع الذي الآن يتسنم السلطة هو نتاجه بغرار من الرئيس السابق عمر البشير وكان يغاتل في الميدان هذه قضية معقدة جدا ثم السؤال الذي يطرح نفسه أين هو الرئيس عمر البشير المكون المدني لا يعرف كثير عن حبسه وعن حركته وعن انتقاله هو الآن في قبضة المكون العسكري ولذلك واحدة من ما رشح عن اجتماعات مجلس الأمن والدفاع السوداني مناغشت قضية الموافقة على التسليم هذه قضية معقدة كما أنها قد تسير كثير من الأشياء التي لا تحتاجها الفترة الانتقالية عمر البشير محسوبة على التيار الإسلامي ما هي ردة فعل التيار الإسلامي على هذا الإجراء هذه قضايا كبيرة جدا قيمتها السياسية وقيمتها الأمنية وبالنسبة للمشهد السوداني والفترة الانتقالية تحتاج إلى كثير من النقاش قبل أن يبد فيها بصورة نهائية لأنها تدرس مرتبطة بالأمن القومي السوداني النقاش بين من ومن كما أن ترتيبها في أولويات المواطن السوداني نعم نعم تتطلب نغاشا مستفيدا بين المكون العسكري والمكون المدني مع ملاحظة أن المكون العسكري قد قطع عهدا على لسان الرئيس برهان بأنه لن يسلم عمر البشير للمحكمة الجنائية لأن البرهان نفسه كان قايدا في فترة عمر البشير وفي غرب السودان فترة التمرد غطى طاله أيضا المساءلات كما أن هناك تعقيدات أيضا اجتماعية كثيرة جدا أستاذ عماد الدين الحمروني برأيك ما هي العوامل التي من الممكن أن تدعم حمدوك في ملفات التحدي التي ذكرناها سابقا التي تواجهه كيف يمكنه مثلا أن يرفع العقوبات عن بلاده نعم الأولوية التي أكد عليها رئيس الوزراء رئيس الحكومة السوداني السيد عبد الله الحمدوك هي رفع العقوبات يعني برفع العقوبات هو يرى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ربما يتحسن ولكن نحن رأينا في مسألة اللقاء الذي جمع فتاح برهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بأغندا وما يعني الترددات والارتدادات داخل المكون المدني السوداني السوداني وزير الإعلام والثقافة سيد فيصل محمد صالح وناطق بالرسمي باسم الحكومة يعني ملاحظاته كان شديدة في هذا الخصوص ووجه كلاما حادا إلى السيد البرهان ووضح بأن مسألة القضية الفلسطينية أن الشعب السوداني وكل الحكومات السودانية والدولة السودانية لا موقف مواضح من القضية الفلسطينية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورد عليه السيد عبد الفتاح برهان بأنه عندما تحرك لم يتحرك لوحده بل أعلم السيد عبد الله الحمدوك بهذا اللقاء فبالتالي هذه المسألة تنبأ بأن هناك تصدع ما بين المكون العسكري والمكون المدني ولكن هناك مساء المعقدة متشابكة بالمعنى الاجتماعي السياسي الداخلي قضايا الهرهاب والقضايا الجماعات المسلحة وقضايا درفور قضية مهمة جدا كما أشار الرئيس الحكومة في قضية البند السابع على السودان اليوم هل السودان اليوم قادر أن يواجه هذه التحركات وهذه الانقلابات والارتدادات العسكرية المسلحة أو القضايا قضايا يعني معيشية خانقة بالمسألة الداخلية بالاتفاقات الداخلية أو أيضا بالنظرة الخارجية في السياسة الخارجية هذا الموضوع موضوع السياسة الخارجية مثلما تكلمنا عن منذ حين موضوع مهم جدا في الاتفاقات الاقتصادية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تشير وإن كان من خلال البيت الأبيض بأنه ممكن أن ترفع العقوبات على السودان هناك علاقات ربما تتحسن بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان الورقة ورقة تقديم الرئيس عمر البشير الرئيس السابق إلى محكمة الجينات الدولية هذه ورقة مهمة جدا كيف يقرأها الجانب العسكري ربما يتحفظ على تسليم عمر البشير ولكن ربما الجانب المدني ربما يقبل بتسليم الرئيس البشير فبالتالي هنا نقطة الخلاف ربما حول الأولويات المهمة في ارتباط القضايا الخارجية في العلاقات الخارجية مع التنفيذ الاقتصادي والاجتماعي الداخلي ومن ثم التنفيذ السياسي السودان أعود للأستاذ عادل خلف الله كيف يمكن أن نصف السياسة الخارجية الجديدة للخرطوم؟ أستاذ عادل السياسة الخارجية السودانية إذا رجعنا للوسيغة الدستورية حددت الأسس التي ينبغي عليها أن تقوم العلاقات الخارجية للسودان مع الدوائر الأربع التي ينتمي إليها أولا محيط الدولي المجتمع الدولي مؤسسات المجتمع الدولي المؤسسات الإقليمية المحيط الإسلامي المحيط العربي والمحيط الإفريقي الغاسم المشترك في الدوائر الأربع كما أشارت الوسيغة الدستورية أن تنبني العلاقات بإلتجاهين أولا نؤكد على أن شعب السودان والسلطة الجديدة المعبرة عن ثورته ليست مسؤولة من التخريب وسوء الفهم والتشويه الذي أحدثه النظام السابغ للسودان وسمعته والتي يترتب عليها جملة من التدابير الضارة بالشعب السوداني وفي مغدمة العقوبات الأمريكية التي لا يزال بعضها ساري حتى الآن وقضية الدين الخارجي وقضية انعزال السودان نتيجة السياسات السابغة عن الاقتصاد العالمي والغاسم الثاني أن تقوم هذه العلاقات على أسس المصلحة المشتركة مع الحفاظ على توجهات الانتفاضة العظيمة ووحدة وسيادة واستغلالية السودان طيب أستاذ عادل خلف الله هذه السياسة الخارجية الجديدة للسودان هل تحظى بالإجماع برأيك؟ قبل قليل ضيفي كان يتحدث عن اضطراب داخل البيت السوداني عن تنافس بين المكون المدني والمكون العسكري نحن أقدر وجهة نظر الضيف باعتبار أن السودان الآن يمر بمرحلة مخاض وانتغال من نظام تميز بما تميز به ونحن الآن نعمل وفق الوسيقى الدستورية في فترة محددة ثلاث سنوات ننتغل من التمكين والفساد والعزلة والصدام مع العالم الخارجي إلى الإنسيام وأن يعبر السودان عن خصائصه واحدة من التحديات التي تواجهنا في هذا المضمار هو أن مؤسسة الدولة ما تزال حتى الآن هي في المفاصلة الحيوية هي ذات الدولة التي كانت تدافع عن من الحلقة الأقوى اليوم في السودان؟ السياسات الاقتصادية والخارجية مع النظام السابق من الحلقة الأقوى اليوم في السودان؟ نحن لا نتعامل وفق حلقات ولا ندفع باتجاه أن يكون هناك غوي وضعيف بعد الزيارة التي تطرقتم إليها في التغرير التي غام بها واعتبرها تصرف فردي أو تقدير شخص الصيد الرئيس مجلس السيادة اجتمعنا في قوى الحرية والتغيير مع المكونين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتم الاتفاق على النائي عن التصرفات الفردية والاحتكام إلى الوسيغة الدستورية وتنظيم علاقات بين المكونات التلاتة المجلس العسكري ومجلس الوزراء وغول الرئيس والتغيير لمواجهة الملفات الصعبة التي تواجهنا الآن وفي مقدمة استكمال بناء السلام مواجهة الأزمة الاقتصادية وإدارة علاقات السودان الخارجية بما يفتت من عضد العقوبات المفروضة عليه ومن العزة الاقتصادية المترتبة عليها وبالتالي نحن نعمل باتجاه مزيد من الانسجام ومزيد من الأداء المنسجم والمتناغم والمرجعية في ذلك أولا وأخيرا هي الوسيغة الدستورية أعود لك دكتور الرشيد ما الذي يمكن أن يساعد حمدوق في ملفات التحدي التي تواجهه باختصار نعم أنا أفتكر أن الخروج والحل في أن تعود الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوق إلى التفويد الأساسي للمرحلة الانتقالية وهو تهيئة البلاد لانتخابات حرة نزيهة هذا هو التفويد الأساسي وأيما محاولات للانفتاح خارجيا صعبة جدا لأن السياسة الخارجية هي انعكاس للأوضاع الداخلية وإن لم يكن هناك ترتيبا داخليا قطعا لن تكون هناك سياسة خارجية وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك من الخرطوم الأكاديمي والباحثة السياسية دكتورة رشيد محمد إبراهيم شكرا لك من الخرطوم كذلك عادل خلف الله القيادي بقوى الإعلان الحرية والتغيير شكرا لك ومن باريس عماد الدين الحمروني خبير العلاقات الدولية والباحث في الجغرافية السياسية شكرا لك والشكر موصول لكم مشاهدينا على حصن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقف اشتركوا في القناة